اهلا بحضراتكم من جديد هنتكلم على مباراة الامس بين الاهل وبلدية المحلة مباراة كانت ممتعة ممتعة كده بلغة الكورة بتتفرج على جمل تكتيكية بتتفرج على لمسات جمالية عارفين الممتع في مباراة مبارا احنا بنتفرج كده على الاهداف الهدف الاول والبصمة الاولى للمهاجم الفلسطيني وسام بو علي في مباراة الاهل والبلدية والهدف الاول في الدعاء الاولى من المباراة وتمريرة متميزة من رامي ربيعة مدافع الفريق بصوا على الأهداف جون وسام الجون التاني والكرة العرضية اللي اتعاملت من ريدا سليم دخل أفشا رجعت لكريم فؤاد وأحرز الهدف التاني بتزديده كده على طول فرس تايم على يسار حارس بلدية المحل ده الجون التاني تروح على الجون التالت لما تلاقي كمان تحرقات ريدا سليم اللي بيلعب سواء في اليمين أو في اليسار فكرة ان الجهاز الفني كمان بقى عنده مرونة في تغيير طريقة بص التمرير اللي عملها امام عشور وضرب فيه خط الدفاع اللي كان عامل تقدم وكان بيلعب متقدم جدا أمام الاهلي ودفاع متقدم أكيد دفع ده تمن وغالي كرة تمريرة طولية من امام عشور راحت لريدا سليم بسرعته وراح على المربع وسدد بصوا ودي كمان بقى ركلة الجزاء لامام عشور واللي سجلها وسام أبو علي في الشوت التاني عشان يسجل الهدف الرابع لكن شوفوا تسديدة راحت سليم شوفوا تحرقات وسام أبو علي شوف تمريرات امام عشور الطولية وتمريرات راحت رابع من الخلف خلف دفاعات فريق البلدية وتسديدة وسام كمان فركلة الجزاء لا لعيب لعيب كرة بيسدد بشكل كويس إن شاء الله البداية تكون جيدة مش عايزين نتكلم كتير برضو على التقلق والظهور بشكل جيد في البداية لسه المشوار طويل ولسه الموسم طويل ولكن بداية موفقة رأس الحربة أو المهاجم اللي بينضم جديد لأي فريق أهم حاجة عنده البداية ضربة البداية ثم الهدف الخامس من أنتوني مودست تمريره ولا أروع من محمد مجد أفشا عارف أنتوني مودست يقف على الكرة بشكل كويس جدا ويلعب بشكل كويس ويركن الكرة عشان يحرز الهدف الخامس الجميل في هدف مودست فرحة اللعيبة معاه وفرحة وسام المهاجم الفلسطيني مبارح كمان بهدف أنتوني مودست الأداء المميز اللي ظهر بالفريق مبارح الدانة يعني بصراحة جرع التفاؤل أن الأهل جاي بشكل كويس الأهل يخدوا بالك يعني دي أول مباراة في الدوري بعد التسعين يوم نتيجة مشاركات تقرية ودولية وبالتالي فرقة لما بترجع على مشوار محلي بعد توقف طويل جدا نتيجة مشاركات كثيرة عديدة خارجية بتبقى الفرقة محتاجة وقت ولكن ضربة البداية موفقة الناس كلها كانت بتسأل فين الأهل هو الأهل فين من الدور العام عاد المارد الأحمر من جديد عشان يغرد منفردا بنتائج كبيرة يقدر من خلالها يتصدر الدوري مبكرا الأهل على فكرة رغم أن عدد مبارياته أقل من كل الفرق سبع مباريات ولكن أعلى مهدل تهديفي لو قصت عدد المباريات نقاط اللي أحرزها الأهل تخطى نسبة الثمانين في المية من إحرازه للنقاط اللي كان بيشارك فيها في أول سبع مباريات في الدور العام فمع توالي المباريات الأهل إن شاء الله هيبعد بعيد جدا عن أقرب المنافسين نقطة تانية مهمة في مباريات مباريات فكرة أنك تلعب بعمر كمال عبدالواحد باكليفت ما كان علي معلول وأنك في توقيت معين لو حبيت تغير في مركز المساك وتطلع منعم وتدخل عمر كمال في المساك ده مركز جديد تقدر يبقى لعيب جوكر معك فكرة أنك تدفع بكريم ندفت في مركز ستة اللي بيلعب الأهل فيه مع مروانة عطية أو حتى أكرم توفيق دي حاجة إيجابية أنك عندك لعب واثنين وثلاثة يقدروا يعملوا أكتر أو يلعبوا في أكتر من مركز كريم ندفت ممكن يلعب في مركز تماني على فكرة بس بيلعب في مركز ستة ليه لعب يلعب في مركز ستة؟ لأن في مباراة ميدياما أداء كريم ندفت تبقى للتصرحات كولر كانت مفاجأة الراجل ما كانش متخاني ندفت بعد الفترة الطويلة دي من الغياب يظهر بهذا الشكل حتى لما غيره ويره عشان ما يتعرضش الإصابة لأنه كان عنده إجهات كبير جدا كان ممكن على فكرة رايحه في المباراة دي ولكن مع جاهزية كريم ندفت الراجل شايف أنه مكتهد محتاج أن يكافؤه لازم يكون في التشكيلة الأساسية النقطة الثالثة كولر شايف أنه ما فيش لعيب أساسي وما فيش لعيب احتياطي هنفضل نلعب على مدار الموسم بكل اللعيبة المتاحة في التشكيلة الأساسية ما فيش لعيب واخد مكانة أساسية طول الوقت أو على طول الخط لا الجهاز الفني اللي شايفه في مصلحة الفريق هيعمله يبدأ مرة بالسلية وممكن يبدأ مرة بأفش ممكن يبدأ بعمر كمال باكليفت وممكن يبدأ بعلي معلول ممكن يدفع برامر ربيع أو عبد المنعم في ظل غياب ياسر وممكن يبدأ بعمر كمال في مركز المساك ممكن ينزل أكرم توفيق مكان ندفت أو يلعب بأكرم مكان هاني ويدخل هاني في مركز المدافع ممكن يبدأ بوسام وممكن يخلي قهرباء جناح أيصر بصوا الخيارات الكتيرة دي بتدينا طمأنينة إن إن شاء الله بإذن الله الأهل في الفترة اللي جاية مقبل على مباريات كبيرة فيكون عند الجهاز الفني خيارات عديدة للتحضير للفترة اللي جاية والمباريات المقبلة طيب لو تبص على التغييرات الأهل مبارح وانت بتستعرد ديكة البودلاء الحمد لله عندك تيم تاني عندك لعيبة موجودة على ديكة البودلاء تقدر تقول لعيبة ممكن تلعب بها ماتشيانجي أفريكانز أو مباراة دوري الثمانية واللعيبة الأساسية ممكن تلعب احتياطية في الفترة اللي جاية يعني تبص على التغييرات نزل مودست ومكان وسام وأحرز هدف نزل علي معلول مكان منهم واخد جانب من المشاركة لنجاز الفني كان عايز يريح منعن ولعب علي باكليفت ودخل عمر كمال بجوار رامي ربيعة لعب أقرم توفيق مكان محمد هاني ولو كان عايز يريح ندفت كان ممكن ينزل أقرم في مركز ستة لعب عمر السلية مكان إمام عشور عشان يشوف السنائية بتاعت السلية وقفش مع بعض من أول ديئة سبعين التغييرات فيها أفقار لكولر في الفترة اللي جاية التغيير الأخير بنزل حسين الشحات لماطش يانجي أفريكنزو وكريم كان باله كتير ما بيلعبش أساسي فبالتالي ريحه في آخر عشر دقايق التغييرات كلها مش باي لك ما فيش حاجة معمولة بالحظ كل حاجة متخططة بالديئة وبالثانية طالب عندك خيارات عديدة تقدر تشتغل عليها جانب فني تاني مهم جدا فاكرين لما اتكلمت على كهربا وقلت لحضراتكم أنا أخدها في السياق بميقلنا أتكلم على مباراة بلدية المحلة يعني إمبارح في هدف إمام عشور وردة سلين تمريرة إمام وهدف ردة اللي اتنين لما احتفلوا بالهدف احتفلوا مع قهربا اللي كان موجود إمبارح في المدرجات وقهربا كان حريصي أنه يكون موجود في الملعب إمبارح عشان يوصل رسالة للناس أنه ما فيش مشكلة يطلع كولر كمان في المؤتمر الصحف ويؤكد عن نفس المعنى اللي احنا قلناه هنا في برنامج التريند أول إمبارح وقلت للناس وقتها بلاش حد ينفغ في النار ويعمل أزمة ما بين كولر ولعبة الأهلي وقلت تحديدا محمود قهربا وقلت قهربا لو مش موجود في المطشط اللي جاية بيما فيهم حتى مبارحة البلدية أو حتى لو موجود ومش أساسي دي ترجع لوجهة نظر فنية لمرسل كولر وناس كتيرة مستغربة من فكرة لوجهة نظر الفنية أنا مش بحضر التدريبات وحضراتكم أكيد يعني مش بيتطبعوا التدريبات ولكن من اللي موجود في التدريبات ومتابع جيد لللعيب أو حالتها هو المدير الفني ليه أولويات دلوقتي وشايف أن قهربا لسه قدامه شوية وقت بعد التوقف اللي حصل وعدم مشاركته في كاس الأمم محتاج وقت عشان يخش في المباراة الرسمية شايف أن وسام مهاجم فلسطيني جديد محتاج دفعة قوية ومسندة يدفع بيه عشان ما يخدش وقت على فكرة التأقلم عكس ما كان بيحصل قبل كده لما يكون بتجيب لعيب جديد أول حاجة تقول لك إيه أصبر عليه شوية على مية أقلب أصبر شوية عليدي بتاخد لها ستة شهور وتبدأ الجماهير تزوم على اللعيب ده فتخسر صفقة ممكن تكون مفيدة فندي فرصة للجهاز الفني ما نسمعش وما نرميش وإدننا لأي حد بيقول معلومة يا جماعة لأن الناس كتيرة بتكتهد مش بتتحرط دقة من المعلومات اللي بتتقال ولا لما قلت هنا أن ما فيش مشكلة ما بين كلر وكهرباء كانت معلومة مش وجهة نظر أو مش أمنية لا كانت معلومة وكلر في المؤتمر الصحفي أكد على كده وحضور كهرباء في المباراة أكد على نفس المعنى واحتفالات اللاعبين مع زملائهم يأكد على أن يقط اللبس الدنيا فيها كويسة ما فيش فيها أزمة وما فيش فيها مشاكل وارد جدا تتعارض لمشاكل ولكن إزاي تتعامل مع هذه الضغوط عشان تقدر تتخطى المواقف الصعبة اللي أنت مقبل عليها كتير خلال الفترة اللي جاي ده جانب مباراة بلدية المحلة وجزئية قهرباء اللي كنت عايز أركز عليها لأن أنا قلتها أول مبارح وناس كتيرة كانت مستغربة لكن المباراة بأحداثها بتصرحات كولر أعتقد قفلة الملف ده مش هتكلم فيه تاني فكرة أن حد بقى يسأل طب إيه موضوع قهرباء يلعب إمتى فيه مشكلة خلاص الموضوع يتقفل بتصرحات كولر الموضوع قتل بحسا وما تسمعوش لحد بيحاول ينفق في النار عشان يعمل بروباجندة عشان ممكن يتصدر ترند في الفترة اللي جاي النهاردة الفريق على طول استانف تدريباته والفريق بيستعد لمباراة مهمة جدا يوم الجمعة الساعة ستة بتوقيت القاهرة أمام يانجي أفريكانز التنزاني الناس تقول لي مخلاص القالي تأهل لا